بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشياء خباركم أحوالكم طيبة أتمنىكم يارب يتكونوا كاملين بصحة و السلام يا رب مع عودة الوليدات المدرسة ما كيصلحوا غير هات الوجبات السريعة التحذير الديدة وهائلة وكيعشقوها أكيد الوليدات وكيعشقها حسن كبير وصفتنا اليوم المطبخ الأسيوي لنودلز بالخضار والدجاج وصفة غنية كتجي رائعة والديدة يعني كتجي رائعة وصفة المطاعم الكبرى كيف قلت تحذير منزلي بأبسط طرق يعني وبدون تعقيدات وكتجي هائلة وبما أن الوليدات كيعشقوها مثل هذه الوصفات ممكن توضفوا فيها أي خضر يعني تحكوها رقيقة أو تقطعوها رقيقة ووضيفوها في هذه الوصفارة هيكلوها بحاجة سعدات بدون نقاش وصفة رائعة بمتياز والديدة نتمنىكم تجربوها وكيف قلت حيلة يكلو فيها الخضر هكالوليدات ممكن توضفوا فيها السمك أو للدجاج اللي حبت خطركم لهاد الوصفة غادي نحتاج لها أنا وضفت فيها الدجاج كيف ممكن توضفوا الكروفات أو لسمك أبيض اللي عندكم 360 جرام ديال الدجاج معلقة كبيرة ديال السلسة الباربيكيو عندي 1-3 تلف صوص كبار ديال التوم وحد طريف ديال سكنجبير طري عصير ديال نصف حامضة ملح بزار وكتحجاج سلسة صوجب زيد أنا عندي صلصة كاتيفة ومطارد أيضا هنا كيف قلت عندي 360 جرام ديال صدر الدجاج اللي كان قطعه طريفة صغار وكأننا بحل الشكل ديال الشوارمة وكأننا اللي كان سبب ديال الشوارمة تعودوه كيف قلت بسمك أبيض أو للكروفات اللي متوفر عندكم عندي هنا صلصة صوجب كاتيفة ديت معلقة كبيرة وزدت من بعد عندي 1-3 تلف صوص ديال التوم معلقة كبيرة أيضا ديال سلسة الباربيكيو إذا توفرت فإذاك ما توفرت تعودوه بسلسة المحار إذا عندكم ما عندكمش مشي إشكال وحد نصف معلقة ديال المطارد أو للخاردة الملح كيبقى حسب الضوق لإحنا دارين كل شي مالح يعني نراعي شوية ملح ورسل معلقة ديال الفلفل الأسود أو لليبزار غدا نضيف أيضا وحد طريف هكا ديال سكنجبير طري إذا توفر صينو غدا يسعودوه معلقة صغيرة ديال سكنجبير مطحون عادي جدا غير هو هطري شوية يعني كيعتوها للمدق زوين والعاصير ديال نصف حامضة وضروري نرقد هالطريفات ديال الجاج واحد ساعتين يعني مل أحسن واحد ساعتين تقد شرب ليه هالتوابل وهالإقامة باش كيجيو يعني يلداد وبنفس الطريقة اللي عندكم الكروفيت غدا يترقدوه بنفس الطريقة أو لي سمك أبيض بنفس الطريقة يترقد يعني نديله الإقامة هو يترقد بنفس هالطريقة ونغطى عليه ونخليه قيم تسعتين ديال الوقت ممكن توجدوه في الصباح يعني مع الفطور حتى سل الغطاء بالنسبة الخضاء اللي غدا نوظف عندي لي شو عندي البورو عندي واحدة ربعة الجزارات شوش في الفلات من الأحسن أصفر وأحمر يكونوا يعني حلوين ما مرينج وعندي هاد الباكية ديال النودلز راها كتباع في المتاجر الكبرى تقريبا هادي فاستة القطع ممكن تعاودوه احتى بسباكيتي يعني ممكن تعاودوه بسباكيتي ديالك رقيقة ممكن وحد المرة يعني ندرتها تبشي على يصينية ديالك الأرسة هي جاتبها زوية صراحة غدا ناخد جوج حبات ديال بورو غدا نقطعو بهذا الشكل قطع صغيرة أنا بهذا غدا وضعتوه مع الجيش وبالنسبة الجزر عندكم جوج طرق يعني كيفاش تقطعوه شرائح رقيقة سواء تدلو بهذا القطع ديالجزر يعني كتعطيها شرائح رقيقة أو لبسكين وتتبعوه غير بالخاطر أيضا سيتقطع رقيقة أنا صراحة هادي جاتني طرقة عملية يعني أخدمتو كامل بهذا القطع ديالجزر أربع جزرات وكيف قلت أي خضرة البروكلي الفتر أيضا كيجي به هائل أي خضرة عندكم الكوغجات أي خضرة قطعوها رقيق وضفوها فهادي أراها كتجي غزالة وكتجي وصفة غانية وبالنسبة الفلافل كيف قلت من الأحسن في الفلافصفرة وديك الحمراء كيكونوا حلوين عكس الفلافصفرش شوية كتكون لوحد شوية ديالمرورة يعني ناهيك على اللون من بعد ما كملت تقطع الخضر ديالي كامل وكيف قلت دجاج أنا لكن ترقات وقبال بوقت غادي ندوزول تحلي ديال نوديلز وصفة كيف قلت سريعة مليك تكون وجدت هاتشيرة صافرة 11 ديال دقائق صافي هالبلع عندكم مواجد ثماء غليان في شوية ديالملح أنا وضعت دوكسيت تحبات ولكن انقصت وحدة تطيبتهم وانقصت وحدة خليس يعني يحتل من بعد وحدة ونصد قريبا هكا بحل استعملت خمس ربعات القيطاع ونصف شوية ديالملح أوراق موسى وغادي نطيبهم وهدورها ما كياخدوش طياب جوش لا تدقيق أبعد حد صافيهم هدوهم ما تطيبوش بزاف يعني بحل المعجنات الأخرى صفيتهم وخليتهم جانبا وحتفت بالمديالهم هنا في مقلات ومن الأحسن تكون هكا مقلة غارقة أو لطناجرة وضعت فيها واحدة ربعات لنا ذاك البورو وغدا نضيف لهم دكتقية عاسي ديالجاج ونشحر لكل مرة منطبع الحال كان علي النار وكان شحره تقريبا قيمت 1-5 دقيق القياس يعني اللي طيب وما ينشفش يعني يطيب فيه الدجاج علي والنار يطيب الدجاج وما ينشفش سوف ينشفش بعد ما طيبته غادي نرد لها داك الطبيس النيت اللي كنت وضعه جانبا وفي نفس المقلات غادي نضيفها أيضا 1-3 هكا ديال المعالقة زيت زيت 1-4 وغادي نشحر فيها داك القطع اللي شو أولا الكروم اللي قطعته رقيق وداك الجزر اللي قطعناه بهذا الشكل بهذا الطريقة دغيات يطيبه دغيات يتهطو دغيات ينزله يعني ما كياخدوش وقت كتير في الطهي وكيجي أيضا يعني يحتف الأكل يعني كيجي ازوين غادي نشحرهم مرة جيدا حتى تنزل لي الخضار ضفت لها أيضا قياس هدي الملح الرسل معلقة ديال البزار وعندي 1-5 معلقة ديال سكنجبير وضف أيضا 1-5 رشة ديال بودرة التوم تقريبا 1-5 معلقة هكذا ديال بودرة التوم ممكن دير 1-5 فص كبير ديال التوم أيضا تشحر معها مع هاد الخضار ضفت لها أيضا دوك الفلافل دوك جوج في الفلافل وغادي نشحر لكل مرة أنا هنا في انضفت البودرة ديال التوم تقريبا واحد رسل معلقة تنس معلقة كيف قلت ولا يكون فص كبير ديال التوم تشحر معاهم وأيضا غادي تضيف سلسة سوجة أنا عندي سلسة يعني كتيفة كندير وكن نقيس ولكن هي كتبغي سلسة سوجة بزيد راكت أخد نصف كأس وربع كأس يعني وافي ديال سوجة الكتيفة دك شوية ضفت لها الدجاج ودك شوية أخدت شوية من الماء ديال اللي سلقت فيه البات أيضا تضيف وحصل نصف كأس ديال ماء السلق اللي سلقت فيه البات ممكن تضيف لها الخضر مع هال دجاج وشحرت هم مرة وضفت لهم هذيك ولو أنا نسلقت كل شي أنا دائما كأكون طيبة طيبة كان وجد وكان وضف نصف ونصف نخلي الحاجة أخرى سافي وكان بدأ نمزج لنودلز مع الخضر ومع الدجاج باش تشرب ليا هذيك لقامة طبيعة الحال كان ندوق وكان قد الدوق إذا خس هشي حاجة يعني ما دقها جهائل جدا جت روعة روعة ممكن تضيفوا الجبن ممكن تضيفونك هذي فيمي أنا خليتها يعني بالشكل عادي لكن أحيانا كنضيف هذي الإضافات كنضيف الجبن ممشور وكنضيف تنوك هذي فيمي بودغ فيمي كي اعطيها وحد المدق خطير وهذي هما الإنودالز دينا بعد موجتهم كيتكلوا هكذا ساخنين كي الخضار وبهذا كيف قلت وضفوا فيها البروكلي الفتر وضفوا فيها يعني قاع الخضار الكورجات أيضا كتجي وصفة مشبعة لديدة ووصفة تكفي لثلاث إلى أربع أشخاص وبهكذا حلقة ديال اليوم غادي تكون سالات نتمنى هذي الاقتراح يروق تجربوه إن شاء الله بيوت كم شكرا للمتابعة وانتدلين في الحلقات المقبلة بإذن الله